طبعاً يعني ده شيء جميل جداً لكن عاوز برضو يعني أقول بديت في أسوان يعني كمعرفة للجمهور المصري إحنا كلنا طبعاً متابعين عارفين تجربتك في الإمارات وإزي أن أنت قدرت أن أنت تكون لك بصمة كبيرة جداً هناك تقيم تجربتك في أسوان إزاي وإيه الفارق ما بين تجربتك في أسوان ومسرتك حتى الآن مع السراميكا كيلو باتر الحقيقة تجربتي في أسوان من حيث الأداء كانت تجربة ممتازة لكن من حيث تحقيق الهدف كان يعني كان في صعوبات كبيرة جداً وجهتنا هي الصعوبات لا تخفى لأحد هي صعوبات في الأصل موضوع إمكانيات لكن أسوان من البلاد اللي هي اللي أنا العزيزة على قلب جداً والحقيقة شعبها شعب طيب محترم مضياف فتجربة كانت جميلة كنت أتمنى أن أنا حقق طموحهم لكن برضو ما تنساش أن أنا مسكت في توقيت كان صعب شوية يعني بعد ما الموسم بدأ وبعدين عملنا نتائج جيدة لكن الإمكانيات مساعدتناش وإن إحنا نكمل المسيرة مش من عندنا لعيبة مهمة زي بالحج وتوقف عنا شوية بسبب برضو كل الأمكانات واحد زي إسلام صلاح وبعض اللعيبة بعض المباريات ما قدرناش نلعبها في ملعبنا يعني حاجات كتير عوامل كتير لكن التجربة بصفة عامة فنيا أنا أعتقد أن إحنا برضو حطينا بصمة وإن كانت ما كمليتش لكن كانت بصمة كويسة البصمة دي بصراحة يا كابتن قدمتك للجمهور المصري صحيح وللأنديها المصرية وشوفنا أكثر من نادي في الوقت ده بدأ يسعى لي التعاقد مع الكابتن أيمن الرمادي فده كان نجاح لكابتن أيمن صحيح معروض كتير جدا وأنا عارف وشاهد تعديمة كابتن عامل رمادي فضلت عرض سيراميكا كيليو باترا ليه روحت لسيراميكا كيليو باترا ومعبلتش عروض تالي لأن أنا عملت اجتماع مع مستر طارق ومستر معتز وهم فهموا أنا أقصد أنا ما كانش يفرق معايا كتير موضوع طبعا الإمكانيات مهمة لكن ما يفرقش معايا كتير موضوع التغني بالإمكانيات المادية أكتر ما يفرق معايا أن احنا نكون أصحاب استراتيجية وأصحاب أفكار بتطبق في الملعب ويمكن أنت النهاردة يعني سمعت من خلال الاحتفالية الجميلة التي كانت معمولة أو دعوة الإفطار اللي عملها سيادة النائب محمد أبو العنين سمعت كلمات أن الحالة الاجتماعية ممتازة والحب بيسود ودي كانت أكتر حاجة يعني لمستها أن احنا عايزين نخطو الخطوة دي روح الفريق الواحد زي ما بنقول صحيح روح الفريق الواحد على فكرة يمكن السنة دي الكل بيشعر شعور جميل أن الحالة الاجتماعية كويسة ودي الحقيقة بتزرع من خلال العمل احنا غرفة الملابس والعمل داخل غرفة الملابس والعمل الفني والعمل الإداري هي كلها عوامل بتخلي الواحد يقدم على نادي وإنت حضرتك ممكن عارف أن أنا كان عندي عرض في الأمارات ورغم أن أنا كنت موقع في الأمارات عقد مبدائي أو كنت متفق اتفق مبدائي إلا أن أنا فضلت أرجع لصيراميكا لرغم أن أنا واجهت صعوبات كبيرة جدا في إناء التعاقد هناك لكن في نفس الوقت أنا كنت شغوف أن أكمل مع صيراميكا لأن أنا بسبب الجلسة اللي أنا قلت لحضرتك عليها دي لمست احترافية وأي مدرب عايز اشتغل بصورة نظامية يدور أول حاجة على إن احترافية الإدارة الحقيقة قدرتنا إدارة محترفة جدا وأنا سعيد جدا بيهم وفخور بيهم كمان وبعملهم حققت بطولة في أول موسم هي بطولة كاسر رابطة ودي أول بطولة لنادي وليد في الدور الممتازه هو نادي سيراميكا كيليبترا البطولة دي أعتقد كابتن آيمن أصبحت حافز للكابتن آيمن الرماد حافز لكتيبة النجوم اللي موجودين داخل نادي سيراميكا كيليبترا على حظ بطولات أكثر على الوصول لمركز أفضل في الدور الممتاز المشاركة في البطولات الإفريقية أصبح حلم كبير جداً حضرتك بتحلم به وأيضاً لعب إسراميكا كليباترا بحلم به الحقيقة هي كلام حضرتك مصبوط يا دكتور إن هي حافز لكن الحافز الأكبر الإحصائيات اللي موجودة إن أصبح فريق إسراميكا بفضل الله وحده الأكثر خلقاً للفرص الأفضل هجومياً والحمد لله دي حاجة تساعدني كثيراً يمكن إحنا في خلال المباريات متصدرين الفرعة الأكتر تهديفة والأكتر كمان صناعة للفرص فده الحافز الأكبر اللي يخلي الناس عندها طموح أكبر أعتقد إن كرة سراميكا أنا نفسي وأنا مدربهم باستمتع بيها ودي حاجة مهمة جداً إحنا مهمتنا إمتاع الجمهور وإمتاع الناس فأعتقد إن دي الحافز الأكبر اللي يخلينا كمان نطمح لمزيد من المراكز المتقدمة اللي يقبل سراميكا إن شاء الله